نتابع من رمالة مع عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحراني سيد الحراني أهلا بكم معنا في سكاي نيوز عربية ما مدى خطورة الوضع في الضفة يعني هو أولا الوضع في غزة يشبه يوم القيامة ولكن أيضا الوضع في الضفة هو خطير متوتر نتيجة لعدوان إسرائيلي بالفعل كما ورد في تقريركم مع بداية حكومة نتنياهو التي حملت مع سموترش وبنقفير والذان مع نتنياهو كان لديهم خطة واضحة تتعلق باستنزاف المجتمع الفلسطيني عبر مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسليح المستوطنين وتحويل المستوطنين إلى ميليشيا موازية لجيش الاحتلال أما وقد أثت هذا العدوان على غزة هذه الحرب فهي أيضا فرصة مواتية أكثر لاستمرارهم في تنفيذ مخططاتهم والتي أعلن سموترش أخيرا عن دفعه باتجاه صناعة غلاف لكل مستوطني نحن هنا نتحدث عن الأراضي الزراعية للفلسطينيين ونتحدث عن عشرات المستوطنات هذا يعني أن لا يستطيع الفلسطيني ليس فقط الوصول إلى أرضه إنما عدم جني محصول هذه الأراضي ومصادرة الأراضي والتمهيد لمصادرتها وتوسيع المستوطنات من قبل إسرائيل أي أن هذه الخطوة خطيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بشكل مباشر سيد الحراني هل ضفا ستدخل إلى هذه الحرب مع قطع غزة إذا ما استمر الوضع هكذا أخي صعيب لنكون دقيقين أكثر هذه ليست حرب هو عدوان على الشعب الفلسطيني مجتمع عزل مقابل ميليشيا والسوطنات مع جيش هو من الجيوش القوية وينفذ عمليا سياسة ممنهجة لاستنزاف الشعب الفلسطيني على طريق وضع في ذهنه كما قال سموتريش نفسه اللي هي الهجرة الطوعية هذا لن يكون ولكن بالمقابل الإسرائيليين سيكتشفوا أن هذه السياسة التي فجرت الأوضاع في 7 أكتوبر هي نفس السياسة التي ستسقط لأنها وضعت إسرائيل أمام باب مزدود صحيح أنها وضعت الشعب الفلسطيني في وضع صعب ندفع الآن أثمانه على طريق الحرية ولكن أيضا إسرائيل في أزمة وفي مشكلة كبيرة واضح أن خياراتها سقطت وما يقول سموتريش أيضا هو جزء من الخيارات الساقطة إن أجلا أم عاجلا نعم طيب تصريحات سموتريش سيد الحراني يعني هي تندرج في ما تقول إسرائيل أنها تريد أن تدافع عن حقها في الأمان وتريد أن تبحث أن تنعم بالأمان يعني هل هذه الاستراتيجيات أو ما تقوم به إسرائيل واضح أنها لن تؤدي إلى حصول أمان في المناطق الإسرائيلية فلماذا هم يدفعون بهذا الاتجاه رغم كل ذلك رغم كل هذا التوتر الحاصل أولا أن سموتريش نفسه متطرف وينتمي إلى حكومه متطرفة وسيسجل التاريخ لنتنياهو أنه بمقدار ما أوقع عذى بالفلسطينيين هو بالمناسبة أوقع عذى كبير بإسرائيل حسب شهادات اليهود الذين كانوا يتظاهروا مئات الألاف والذين قالوا أن نتنياهو بالنسبة لهم يغير هوية دولة إسرائيل ويحولها إلى دولة أصولية دفعت كثير من اليهود للتفكير حتى بترك إسرائيل والهجرة وروس الأموال والمصانع هم تعبير عن أزمة مستحكمة يدفع ثمنها من بين أشياء الفلسطينيين بهذه السياسات الخطيرة الآن هذه الحرب الشعواء التي تخاض ضد الشعب الفلسطيني أعادت طرح في أفق العمل السياسي الدولي حقوق الفلسطين السياسية نتنياهو مع من معه ستسقط كل حكاياتهم وستفهم إسرائيل أن الحل مع الفلسطينيين ليس بإطلاق النار على الناس في غزة أو على رجل أتى ليجمع محصول زيتون إنما بالاعتراف بحقهم على سيرة الحل هذا المشكل على سيرة الحل سيد الحراني يعذرني حديث موتريتش عن إقامة غلاف حول البلدات الإسرائيلية أو المناطق الإسرائيلية أو من أجل أن يكون فيها أمن وسلام كما قال يعيد إلى الأذهان مشروع صفقة القرن التي طرحت أيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فهذا يدفعنا كي نتساءل عن المخطط أو رؤية الحل ما بعد نهاية حرب غزة عندما تنتهي حرب غزة كيف سيكون الوضع وضع الفلسطينيين أو ما الحل الذي يرسم الآن أولا نسمطرش عندما يتحدث عن حكاية الأمن والأمان للاحتلال شو الاحتلال اللي يبحث عن وهو في حالة اعتداء ويسلب الأرض عن أمن وأمان يعني هذه خرافة لا أعرف كيف جزء من قوى الغرب تشتريها وكأن الاحتلال له الحق في الدفاع عن نفسه وبينما القانون الدولي يضمن للشعب الواقع تحت الاحتلال الحق في الدفاع عن النفس ولكن نقول أنه اليوم الأيام هذه مريرة للشعب الفلسطيني هناك في نهاية هذا الطريق المر بوابة أمل إذا أجدنا لتحويل المناسبة التي نشأت في ذهن العالم بالقول عن حل حل سياسي يتعلق بإنشاء دولة فلسطينية هذا ما يجب أن نعمله ونصنعه كفلسطينيين أولا توحيد الجبهة الداخلية بالتفاهم مع كل قوى العمل الفلسطيني بما فيها حماس والجهاد وهذه خطوة كبيرة ومهمة ولكن على أرضية برنامج منظمة التحرير الذي تعمل على نفس الأرضية معنا في الأطراف العربية كلها بما فيها الأطراف العربية المستضيفة لحماس أو الإسلامية المستضيفة لحماس كذلك المجتمع الدولي إذا اتفقنا على ذلك وخلقنا موجة مع مجموعة من الدول العربية ومنها الأردن مصر وكذلك السعودية والجزائر أي الدول العربية الفاعلة يمكن مع أصدقائنا في العالم أن نحول هذه الموجة إلى موجة صلبة قوية توصل الشعب الفلسطيني إلى ما كان يحلم به جيلا بعد جيل وهو الوصول إلى إنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وحرية على أرضه التي يستحقها بالفعل لاحظ أخي صهايب جماعة بشرية في غزة تحت أطلان من القضائف وما زالت باقية في غزة هذا هو العقد بين الإنسان الفلسطيني وأرضه محمد الحراني عضو المجلس الثوري لحركة فتح شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا في سكاينيوز عربية هذا المساء من رمالله ترجمة نانسي قنقر